بعث رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي برقية عزاء ومواساة إلى كل من الدكتور عبدالقادر قحطان والأستاذ محمد قحطان والدكتور عبدالله قحطان والدكتور عبدالتواب قحطان في وفاة الفاضلة والدتهم الجمعة في صنعاء عرب اليدومي عن الحزن والعميق الأسى في هذا المصاب الأليم حيث غادرت والدتهم الحياة دون أن ترى عيناها نجلها الأستاذ محمد قحطان ودون أن تهنأ لحظة واحدة بلقائه وقال اليدومي إن ميليشي الحوث الإرهابية حرمت الفقيدة من رؤية ولدها قحطان المخفي قسرا في سجونها منذ ست سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر